ترأس سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية لاجتماع الوزاري الثامن عشر لحوار التعاون الاسيوي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك تحت شعار التعافي المستدام بعد الجائحة وقد أكد سعادة وزير الخارجية في كلمته أن مملكة البحرين سعد خلال رئاستها لحوار التعاون الاسيوي خلال الأعوام 2021-2023 تحت شعار التعافي المستدام بعد الجائحة لضمان تقديم حلول مستدام بعد الجائحة وتحقيق التعافي المنشود من جائحة كوفيد-19 عبر تخطيط الفعال والتعاون البناء وتمكنت من التغلب على هذا التحدي من خلال التأهب والاستجابة المبكرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أعلى مستويات السلامة والحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء وقال إن المملكة أعدت ورقة مفاهيمية حول التعافي المستدام لما بعد الجائحة والتي تحدد إطار التعافي المستدام بدءا من تحديد القضية إلى تقديم مجالات التعاون لتحقيق خطة التعافي المستدام معربا عن تمنياته لهذه المنظومة الآسيوية بالتنفيق والنجاح في تحقيق أهدافها ودعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق التنمية المستدامة لصالح جميع شعوبها وأعرب وزير الخارجية عن شكره للدول الأعضاء على اعتمادهم الوثيقة الختامية للاجتماع إعلان البحرين التي تهدف إلى توضيل العلاقات بين الدول الأعضاء معربا عن التقدير لدولة قطر الشقيقة على استضافتها لقمة حوار التعاون الآسيوي المقبلة في مدينة الدوحة في شهر أكتوبر المقبل متمنيا أن تكلل أعمال القمة بالتوفيق والنجاح لما مشانه تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول الأعضاء وتم خلال الاجتماع التأكيد على الدول البناء الذي يقوم به منتدى حوار التعاون الآسيوي في الدفع بالقارة الآسيوية نحو النمو والتطور والازدهار وضرورة مواصلة الحوار بين الدول الأعضاء لتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات المتعددة بما يسهم في مواجهة مختلف التحديات وتحقيق أهداف حوار التعاون الآسيوي وقد صدر عن الاجتماع وثيقة إعلان البحرين التي أكدت على أهمية تعزيز مفهوم التعافي المستدام في الرعاية الصحية بعد جائحة كورونا وتبادل الخبرات وأفضل ممارسات بشأن تدابير دعم السياسات استجابة للآثار الاقتصادية والاجتماعية المستمرة للجائحة لتسهيل التعافي الشامل والبستدام والتأكيد على أهمية لظام الرعاية الصحية المتكامل وفي ختام الاجتماع أعلن وزير الخارجية تسليم رئاسة المنتدى إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية متمنيا لهم التوفيق والسداد في إدارة أعمال المنتدى في الفترة المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر